تعد المنطقة الاقتصادية تيدا مصر الصينية في قناة السويس المشروع الأبرز بين مصر والصين بحجم استثمارات تجاوز 3 مليارات و300 مليون دولار من إجمالي قيمة شراكة اقتصادية وتجارية بين القاهرة وبكين اقتربت من 14 مليار دولار وفق إحصاءات رسمية تعاون المصر الصيني يؤسس إلى المزيد من العلاقات والتبادل التجاري وتضفق الاستثمارات الصينية إلى الدولة المصرية في قطاعات وعيدة على سبيل المثال قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالإضافة إلى أن دخول الصين وإنشاء مناطق لوجستية داخل الدولة المصرية بيعزز من قدرة صدراتها على النفاذ إلى إفريقيا من ناحية بالإضافة إلى أنه يوفر منتجات للسوق المصري يخفف من فطورة الاستيراد والعبء على النجد الأجنبي فيها توجه مصر شرقا وانضمامها لمجموعة البريكس رسميا مطلع العام الحالي يهدف وفق خبراء إلى تقوية تحالفاتها والتخفيف من أزمة الدولار الخانقة تزامنا مع تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة إلى نحو 7 مليارات دولار علاقات مصر الخارجية مبنية على التوازن والعلاقات الممفتحة على الجميع وأيضا مبنية على أسس تحقيق مصلحة الداخل أولا وبالتالي حينما نتحدث عن العلاقات مع بكين أو واشنطن هنا نتحدث فقط عن المصالح المشتركة عما يحقق مصالح الداخل المصري بعيدا عن أي حسابات أخرى ربما تكون لدى الأطراف الدولية الكبرى الحسابات المصرية هي الحاضرة وهي المحدد الحقيقي في أي من العلاقات وبالتالي مصر تسعى لعلاقات متوازنة مع الجميع وعلاقات منفتحة مع الجميع بما يحقق مصلحاتها الاقتصادية والسياسية وأيضا وجودها الإقليمي والدولي التقارب الاقتصادي بين القاهرة وبكين يقابله إقرار واشنطن في سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار دون التجديد على ملف حقوق الإنسان وتعد الصين رابع الدائنين لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار اتجاه تسعادي تشهد العلاقات بين مصر والصين بعد توقيع البلدين اتفاق الشراكة الاستراتيجية وهو ما يراه خبراء اتجاها مصريا نحو تنويع تحالفاتها الدولية الاقتصادية محمد خالد المشهد القاهرة